هي قصة تهدي الحيارة بدربهم هي عبرة للناظرين المهتدين تهدي إلى شيء من المحبة والتوقى نخطو على هدي الكرام السابقين هي قصة تهدي الحيارة بدربهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين أيها الأحبة الكرام ما زلنا مع قصص وعبر من صحيح القصص النبوي وقصتنا في هذه الحلقة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي البداية أنا أذكرك أخي المسلم أخت المسلمة فأقول إياك إياك أن تكون ممن استمع أو تأثر أو عبأ بهؤلاء الواهمين الحاقدين أو بهؤلاء الجهلة الموتورين الذين صبوا جام غضبهم وحملوا حملتهم الشرسة على ثوابت الإسلام وعلى الصحيحين الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هؤلاء الموتورين يمشون على سنة أسيادهم وأسيادهم وكبرائهم من المستشرقين وغيرهم الذين ما تركوا ثابتا من ثوابت الدين إلا وطعنوا فيه إرادة أن يضعفوا هيبة هذه الثوابت في نفوس الأمة وإنما طعنهم في السنة طعن في القرآن الكريم فإن الله تبارك وتعالى الذي أوحى القرآن إلى رسوله هو الذي أوحى السنة إلى رسوله كما قال عز من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد أجمعت الأمة وهم يستهينون ويشغبون بهذه الإجماعات التي أجمعت عليها الأمة لأنهم أصلا لا علم لهم بذلك ما عندهم فيه أثارة علم وإلا فالأمة أجمعت على تلقي الصحيحين بالقبول بل إن الأمة أجمعت على أن أصح كتاب بعد كتاب الله إنما هو صحيح الإمام البخاري وعلى أن أصح ما بعد صحيح البخاري إنما هو صحيح الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى ومن هنا فالقصة صحيحة صحيحة رواها أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعظ به أصحابه ذكر يوم القيامة عليه صلوات الله وسلام وذكر في هذا المقام موقفه المتميز ومكانته العالية ومنزلته الرفيعة عليه صلوات الله وسلامه أنه يوم القيامة يكون على حوضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو الذي ورد ذكره في غير هذا الحديث بأنه حوض الكوثر كما قال تعالى إن أعطيناك الكوثر قال عليه الصلاة والسلام من شرب منه لا يضمأ بعده أبدا فبينما النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه والناس يريدون عليه كلهم يريد أن يتشرف بشربة ماء هنيئة مريئة من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم حيث لا ماء يوم القيامة إلا في هذا الموضع الذي يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام وإذا بالملائكة وهم يزيحون أقواما عني يردون عنه أقواما وأقواما ونبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هؤلاء ويعرفهم بسيماهم بصفة عامة فهم من أمته عليه الصلاة والسلام فيقول عليه صلوات الله وسلامه أمتي أمتي إنهم من أمتي أعرفهم ويعرفونني قال عليه الصلاة والسلام فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حقا صدمة عارمة ومصير أسود ينتظر هؤلاء المغيرين والمبدلين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مصير أسود وصدمة عارمة تنتظر هؤلاء المحدثين المبتدعة في دين الله عز وجل ولذلك أيها الأحبة الكرام إذا كان من دروس تستفاد من هذه القصة فإن على رأس هذه الدروس أولا المنزلة العالية والدرجة الرفيعة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة على حد سواء فهو الذي كان يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وهو الذي كان يعلم أمته صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل له المقام المحمود الذي وعده إياه سبحانه وتعالى والمقام المحمود مقام لا يبلغه أحد إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو الذي كان يعلم أمته أن يسأل الله له الوسيلة عاقب كل أذان يسمعونه ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك فمنزلته العالية ومقامه المحمود معروف له صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة على حد سواء ولذلك هو ملاذ الخلائق جميعا يوم القيامة كما ورد هذا في حديث الشفاعة الطويل أنه لما يطول الأمد بالناس في أرض المحشر حيث الموقف الرهيب فقد دنت الشمس من الرؤوس وبلغ العرق بالناس مبلغا وإذا بالخلائق يحدث بعضهم بعضا أن ينظروا من يشفع لكم عند الله عز وجل أن ينجيكم الله تعالى من هذا اليوم الرهيب ومن هذا المشهد العصيب مشهد الحشر وأرض المحشر فيذهبون إلى جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم وانتهاءا بعيسى عليه صلوات الله وسلامه ومرورا بداود وسليمان وبنوح وبإبراهيم وبصالح وبشعيب وبهود وبيوسف وبموسى وحتى ينته إلى عيسى عليه السلام وكل هؤلاء جميعا يقولون إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط اذهبوا إلى من بعد حتى يأتي الخلق أجمعون إلى خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام يسألونه الشفاعة عند الله تبارك وتعالى أن يصرفهم من أرض المحشر حتى ولو إلى النار والعياذ بالله فيقول النبي أنا لها أنا لها عليه صلوات الله وسلامه فيذهب عليه الصلاة والسلام ليسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمها إياه ما حمد بها أحد من العالمين قط قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه المنزلة العالية الرفيعة أن له حوضا مخصوصا يرد عليه أهل السنة أتباعه الذين أحسنوا التأسي به ومتابعة عليه الصلاة والسلام الذين قبلوا صلى الله عليه وسلم قوله عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز وحذروا مما حذرهم منه صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هؤلاء الذين وقفوا عند حدود قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد الذين نجحوا في اختبار وابتلاء الله عز وجل لهم بهذه الآية من سورة آل عمران كما قال الإمام الحسن عليه رحمة الله إن الله ابتلى الناس بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أيها الأحبة الكرام هذا أعظم الدروس الحذر الحذر من البدع والمحدثات وإياك إياك أن تحيد عن هديه ولا عن سنته قايد أم له فليس ثمت طريق إلى مرضات الله عز وجل ولا إلى النجاة في الآخرة إلا طريق الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولذلك أيها الأحبة الكرام ورد الحديث عن النبي الهمام صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافة إلا المجاهرين وإن من المجاهرين قالوا كل أمتي يدخل الجنة معذرة ورد الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أيها الأخ الكريم أيها الأخت الكريمة عظموا هدي رسول الله في عقيدة التوحيد فاعتقدوا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعظموا هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلوا كما صلى وفي طهرته فتطهروا كما تطهر وفي صومه فصوموا كما يصوم وفي زكاته وصدقته فزكوا وتصدقوا كما زكى وتصدق وفي حجه وعمرته فإنه كما حج واعتمر قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وقال خذوا عني مناسككم عظموا شريعته فلا تقدموا على شريعته شريعة أي أحد كان لأن الله عز وجل أقسم بنفسه في كتابه فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شاجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما آتاكم الرسول فاخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا ونحن في هذه الأيام علينا أن نعظم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتأسى به وأن نقتدي به فهو طريقنا لمرضات الله عز وجل وطريقنا إلى النجاة في الآخرة بل وطريقنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد هي قصة تهدي الحيار بدربهم هي عبرة للناظرين المهتدين تهدي إلى شيء بالمحبة والطوق نخطو على هدي الكرام السابق هي قصة تهدي الحيار بدربهم